ازاي حضراتكم عاملين ايه كله تمام السباق الرئاسي بدأ اقدر اقولك هو عمليا عمليا على الارض هو شبه بادئ شبه بادئ يعني ايه لانه احنا تابعنا خلال الاسابيع القليلة الماضية عدد من اسماء السياسيين والشخصيات العامة اللي اعلنوا عن نيتهم للترشح فيصبحوا ما بين قوسين كده يقولك المرشح المحتمل امتى هنشيل كلمة المحتمل لما هيتقبل الاوراق بتاعته سواء اذا كان بقى مقدم التوكيلات من المواطنين او مقدم التزكيات بتاعت اعضاء مجلس النواب الى اخيره اول ما بتتقبل الاوراق اصبح المرشح فلان الفلاني لانتخابات رئاسة الجمهورية باذن الله خلونا بقى هنا نسمع الاول ونشوف جزء من الحديث من الهيئة الوطنية اللي بتعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة وهنرجع لكمل الكلام بعد جهد استمر اشهرا طويلة اخلاصا لامانة الوطن وايمانا بالعدالة والمساواة امام الدستور تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات ان تعلن اليوم فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قواموها ست سنوات وفقا للاجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظم هذه العملية وتضمن نزاهتها وان الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر تفخر بان تحمل على عاطقها هذه المسئولية الوطنية الجسيمة تتعهد للمصريين بان تبقى اهلا للامانة وموضعا للثقة وان يكونوا نتاج عملها محل تقدير واحترام في الداخل والخارج كما تعد الهيئة ابناء امتنا الاعزاء بان يخرج المشهد الانتخابي بالصورة التي تعكس قدر مصر ومكانتها وان يشهد الجميع بنزاهته وحيدته وفق اعلى واضق المعايير الدولية وان نحتكم في ادارته لضمير القاضي وان نقف فيه على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون انحياز او تمييز وكما نعلم ونفخر جميعا فان هذه الانتخابات ستجرى قصابقتها تحت اشراف قضائي كامل اي سيخصص قاد لكل صندوق من صناديق الاقتراع كما سيسمح لوسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والاجنبية بالمتابعة طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة اظن انه الكل تابع بكل اهتمام هذا المؤتمر العقدته الوطنية للانتخابات واللي بتتكلم فيه الوطنية عن الجدول بتاع الانتخابات سواء اذا كان خارج البلاد او دخل البلاد ايضا عن الشروط والمحددات وما الى ذلك عندنا فترة رئاسية قادمة بامر الله سبحانه وتعالى ست سنين كاملة اظن انه الاحزاب السياسية على اختلاف انوانها وانواعها وايدولوجيتها التكتلات السياسية معارضة كانت او مولاء الكل اصبح بيفكر بمنتهى الجدية في اولا مش بس اسماء من سوف يتم طرحهم كمرشحين محتملين للانتخابات باذن الله سبحانه وتعالى لكن كمان فيه آلية جمع التوكلات من المحافظات المختلفة او فيه ازاي اقدر احصل على تزكيات من مجلس النواب او البرلمان المصري بشكل عام وهكذا اذا عمليا الكل اصبح من اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي اصبح شريكا المواطن شريك بتصويته وباختياره الحر والواضح اتنين بطبيعة الحال الهيئة الوطنية باعتبارها انها هيئة عمليا يشرف عليها ويعمل بها قضاة مصر الشرفاء واللي تحديدا وبمنتهى التأكيد لا يوجد اي شك على الاطلاق في ضميرهم الوطني وضميرهم القضائي كما جارت العادة وبالتالي بنضمن مية في المية الحيدة والنزاهة في هذه العملية الانتخابية وزي ما احنا شفنا على كل صندوق قاضي ادي ايه حاجة الحاجة التانية اللي بننصح بها نفسنا كلنا هي انه لا تزيد ولا مزيدة العملية الانتخابية واضح شفاف نزيها فيها منظمات مجتمع مدني فيها منظمات دولية فيها الاعلام والصحافة المصرية على اختلاف انوانها وانواعها الكل هيبقى متواجد علشان يتابع العملية الانتخابية ادي من ناحية من ناحية تانية ده معناه انه هيبقى فيه زخم شديد وزحمة عمل عند الكل يعني الصحافة والاعلام بالتأكيد انا بقى شغالين زي ما كنت بقول للزمالي الاجلاء انه احنا هنطحن بالتأكيد خلال الفترة الجاية في مسألة بقى المناقشات والمتابعات والتحليل وما الى ذلك ده على سبيل المثال وفي اللقاءات والحوارات وهكذا ومن ناحية تانية المواطن نفسه يبدأ يستعد في انه يعرف البرامج الانتخابية بتاعة المرشحين المحتملين وانه يبدأ يبص لحد ما يبقوا ان شاء الله مرشحين كاملين يعني يبدأ يبص على ارأهم وايدولوجيتهم وافكارهم ومؤتمراتهم الانتخابية الاخ من مسألة متعلقة بالعملية الانتخابية والدعاية لهذه الانتخابات المنظمات الاهلية اللي هتتابع هتبدأ تشتغل على التصرحات بتاعتها وايضا التدريبات اللي هتتعمل لأعضاءها اللي هيدهابوا للمتابعة داخل اللجان ده من ناحية الاحزاب نفسها هتبدأ تشتغل على فرد الاجندة بتاعتها امام المجتمع المصري ككل احنا بنتكلم على 105 مليون مواطن طبعا هيعلن فيما بعد العدد بتاع الناخبين المصريين اللي هم لهم الحق في التصويت بالتأكيد هيختلف عن العدد بتاع الانتخابات في سنة 2018 وما إلى ذلك إذن عندك عمل مضني لو صح التعبير خلال الفترة القادمة لحين انتهاء هذا الاستحقاق الدستوري والإجراء الانتخابي ألا وهو انتخابات رئاسة الجمهورية لفترة 6 سنين 20-24 وحتى 20-30 وربنا يوفق الكل